السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم في فيديو جديد وبهذا الفيديو سنتعلم كيف تسريع الويندوز 10 وعملية تسريع التشغيل والانطفاء الخطوة الأولى نضغط على start نبحث عن msconfig 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 نضغط على system configuration بعدها ستظهر هذه الواجهة نروح على قائمة boot ثم نختار timeout نضع ثلاثة نضع صح على نهاية ثم نذهب إلى advanced option نضع علامة صح على number of participants نختار أعلى عدد أيضا نضع علامة صح على maximum memory ونختار أعلى من الذاكرة نضغط نضغط على apply بعدها نروح على services تطلع هذه القائمة بالخدمات الموجودة التي تعمل عندها بداية windows يعني عندها بداية اخلاع windows طبعا تقدر تسوي disable الأشياء التي لا تحتاجها من هذه الموجودة ما تحتاجها أول ما تأثر على windows سويلها disable لان هي تأثر على سرعة windows وسرعة التشغيل ثم نروح على قائمة startup نضغط على open task manager بعدها ستطلع هذه الواجهة أيضا نختار ما هي البرامج أو التطميقات التي ستعمل أثناء بدء تشغيل الكمبيوتر طبعا لدينا هذه تطميقات هواية طبعا لا أحتاجها مثلا فيبر لا أحتاجها يشتغل أول ما بداية سويلة disable وهذه أيضا البقية حسب البرامج التي تستطيع إذا تشغيل تجعل نفس الطريقة ونضغط كليك يمين ونضغط لها enable نخرج من هذه الطريقة نضغط على ok نضغط على restart تطبيق العمليات هذه نهاية الفيديوه أتمنى تشتركونا بطلاتي لكل جديد تشغيل 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 تشغيل